وكل سنة وحضراتكم طيبين كل سنة وشعب مصر كله طيب وبخير بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد كل سنة وكل أهالي الشهدى طيبين لأنهم ضحوا بأرواح أبنائهم كل التحية لأرواح الشهداء اللي ضحوا بأنفسهم من أجل رفعة هذا الوطن طبعا ما فيش شك وإحنا بنحتفل بيوم الشهيد وفي هذه الأيام بنحتفل بذكرى غالية على قلوب كل المصريين ذكرى استرداد طابة يمكن قصة طابة الأجيال الجديدة يمكن ما تعرفش عنها التفاصيل المهمة اللي كانت في هذه المعركة أكبر معركة دبلوماسية حصلت فيها تاريخ الحديث طبعا معركة طويلة جدا وخادت مجهود كبير جدا من الفريق المصري لكن كانت نتيجتها أن احنا نحصل على حكم والأهم أن احنا ننفذ هذا الحكم بعد حرب أكتوبر 73 مباشرة كان من المقرر أن القوات الإسرائيلية تمشي من سيناء كلها من شبه جزيرة سيناء كلها فاللي حصل طبعا والمؤتاد عنهم سياسة الممطلة بعد توقية اتفاقية كام ديفد في 79 كان من المقرر أن هم يمشوا في 81 لكن أجلوا ووصلنا ليه سنة 82 وتحديدا 25 إبريل سنة 82 بتمشي كل القوات الإسرائيلية الموجودة معادة بعض النقاط برضو نتيجة الممطلة من أهم هذه النقاط هي نقطة 91 الحدودية اللي هي طابة واخترعوا عليها بقى مجموعة من النقاط الأخرى وصلوا لـ 14 نقطة عليها خلاف النقاط دي مصر قررت في سنة 85 أنها تشكل فريق لزهاب للمحكمة الدولية برئاسة السيد نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق ومع مجموعة كبيرة جدا من المختصين والدبلوماسيين والقانونيين والمتخصصين في المساحة والخرائط بالإضافة أيضا إلى الاستعانة بشهود العيان والزهاب إلى المحكمة الدولية من أجل استصدار حكم بأحقية مصر في هذه النقاط وبالفعل يصدر الحكم في سبتمبر من عام 88 لكن بعد الممطلة وفي النهاية كانت مصر قوية في هذا التوقيت وكلمتها كانت قوية جدا فنتيجة ده بالفعل خرجت إسرائيل ونفزت هذا الحكم فيه 15 مارس من عام 89 ورفع العلم المصري على أرض طابة فيه 19 مارس من عام 89 طبعا معركة دبلوماسية كبيرة جدا قضها الفريق المصري في هذا التوقيت وقام بجمع عدد كبير من الخرائط والمواثيق والأدلة والاستعانة بشهود العيان وبواقي الأعمدة اللي كانت موجودة وعليها الأرقام في الحدود في هذا المكان هذه المنطقة لفترة من الفترات بعد العدوان السلاسي على مصر كانت تحت الوصاية الدولية أو تحت يعني كان فيه قوات دولية لحفظ السلام في هذه المنطقة مصر برضو دورت على هذه القوات كان طبعا قوات دينماركية ويوجوزلافية دينمارك رفض التعاون مع مصر في هذا الأمر لكن يوجوزلافية وتحديدا كان فيه ثلاث ضباط هما اللي تعاونوا مع مصر في هذا الأمر وبالفعل أثبتوا بأن هذه المنطقة هضبت طابة أرض مصرية خالصة مجهود كبير جدا يشكر عليه كل الفريق الدبلوماسي المصري ويبقى أكد حاجة واحدة فقط إن مصر ما بتسيبش حقها إن مصر ما بتفردش في أرضها مهما كانت الظروف ومهما كان الوقت إحنا نكون مع حضراتكم على مدار ثلاث ساعات في حلقة مهمة جدا من صباح الخير يا مصر هنحتفل مع حضراتكم بيوم الشهيد بالإضافة إلى فقرات متنوعة من طابة منذ استردادها وحتى الآن إيه عمال التنمية اللي تمت في هذه المنطقة بنصبح لحضراتكم مرة تانية أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر